دايما السيدات العربية بتبهرنا وبتخطف قلوبنا كده غير اي سيدة تانية فالنهاردة تعالوا نستمتع مع بعض ونشوف الجمال الجزائري هلوها اللوية احلى امرات وحشتوني قد الدنيا كلها يارب تكونوا بخير دايما وفي افضل حال مساء الجمال والسعادة واهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد للسيدة الاشهر والاحلى والاجمل السيدة الجزائرية رائعة جدا في ترتيباتها وفي تنظماتها ووزقها الراكي لابعد الحدود تعالوا نستمتع مع بعض في الفيديو ونشوف كل الافكار ونستفيد بيها بس في البداية ارحب بتعليقاتكم احلى شيموا من العراق محشتيني يا رب دايما تكوني في افضل حال احلى فاتحة من المغرب وحبيبتي سوريا من الجزائر شرفتوني ونورتوني اما حنونة واحلى ردوة كمان شرف لي وجودكم معايا بشكركم على كلامكم الحلو يا رب دايما كده عند حصن ظنكم جميعا نكون قدل ثقة لو بتدهالي في كلامكم الجميل النهاردة استنى اللايك الحلو تعالقكم المشجع ويشرفني جدا اشتراكك في القناة لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش السابسكرايب اكتبي لي كومنت عشان ارحب بيك ان شاء الله في الفيديو الكاني يلا بينا ندخل بقى بتفاصيل الفيديو ونستمتع كتب الجمال الجزائري الحلو قوي اللي بدأته معانا اول حاجة بروتين ترتيباتها وتنظيفاتها للمطبخ النهاردة هنستمتع اكتر حاجة بالتنظيمات بتاعت المطبخ لان انا عارفة ان هو مكان يهمنا كلنا وتول الوقت بندور ايه الافضل اللي احنا نعمله فيه عشان راحتنا وعشان وقتنا ومجودنا فالنهاردة هتلاقي افكار مختلفة جدا لتنظيمات كل حاجة موجودة عندكم في المطبخ بس بدأنا معاها اولا ازاي هي بتهتمل في نظافته وروتين سريع جدا تنظيفات من اول بوتاجاز للكونتر بتاعها للشاببيك بتاعتها الحوض الارضيات لحاجات اساسية اكيد اكيد كلنا بنعملها كل يوم ولازم انتو تواصفوا عليها كل يوم عشان الموضوع يبقى سهل عليكم دخلنا بعد كده على مكان بقى تريند اوي وبقى موجود دلوقتي في معظم البيوت كلنا بقنا ندور ازاي نعمل الكوفي كورنر بتاعنا بطريقة حلوة على قد المتاح فكانت برضو افكارها حلوة اوي نفس الوقت شوفوا اهتمامها بالنظافة السيدات العربية بجد من انضفوا احلى السيدات في الدنيا والسيدة الجزائرية النهاردة بجد معانا يعني نظفتها كمان في كل مكان مهمة نظفت الاجهزة بتاعتها عشان دايما الجهاز بتاعها هيكون يديها الكفاءة ويتحافظ عليه لازم تنظفه كويس اوي زي ما نظفت الجهاز القهوة بتاعها وكمان وردنا ازاي الستايل بتاع الرخامة بتاعتها في كورنر حتى فيه كل الحاجات الخاصة بالمشروبات من اجهزة من الحاجات اللي بيستخدمها في التحلية الكلام ده كله في مكان واحد حتى الادراج القريبة منه بتحاول ان هي تحط فيها برضو الادوات اللي هي تستخدمها في المشروبات زي مثلا الباكتس زي لو درجة تحط فيه مجات او تحط فيه المعالق بتاعتك يبقى المكان كله قريب في جزء واحد فيه طبعا كتير منكم ممكن يقول انا مساحة المطبخ عندي صغيرة ما عنديش الامكانية ان انا ممكن اعمل كورنر زي ده عندي حاجات اهم ان انا ممكن ان انا حطها ممكن تحمليه يعني بصي بقى اقل حاجة انا بقولكم الفكرة بتبقى لذيذة اوي في كورنر في المطبخ لو انت عندك البرات بتاعك او الكاتل بتاعك ممكن تحطيه وتحطي جنبه كده مجان ولا حاجة والجار اللي حط فيه السكر او الشاي بس ما تعمليش اكتر من كده ومع فوازة ورد ولا شموع ولا حاجة انت كده عملت الكوفي كورنر بالافكار اللي احنا بنشوفها الشرط يعني الحاجات الكتيرة والواو قوي اشان نعمل جزء مميز فعلا زي ده في المطبخ عندي انت لما تحس ان انت عملت حاجة اسفيشيال او حاجة مخصصة لحاجة معينة هتحس ان انت عندك روح حلوة في المطبخ بتاعك افكار المنظمات بتاعت الادراج بصرف النظر عنها عشان ما تحيروش نفسكم كتير وما تكلفوش نفسكم كتير اي نعم هي طبعا مثالية وبتنظم كل حاجة عندنا زي ما شفنا الادراج حتى بتاعت المعالق او هنا كمان برضو الجراد او العلب اللي بتحط فيها المواد الغذائية بتاعتها دي كلها طبعا حاجات مهمة ومع الوقت حتى لو احنا ما جبناش دلوقتي هنتطر ان احنا نجيبها بعضين من كتر ما هي هتبقى منتشرة ومن كتر ما انت هتلاقيها قد قد موضوع هيبقى مساهل عليكي فدي كانت افكارها كمان الحلوة قوي قوي ازاي نظمت الادراج بتاعتها بجراد يعني جابتها على قد المقاس المزبوط لمت كل حاجة عندها فكان فعلا حاجة في منتهى الجمال تعالي نشوف هنا كمان برضو تنظيمها للدرج بتاع فوات المطبخ ده برضو تنظيم مهمة قوي وشوفت ان هي استخدمت بوكسات كده او علب يعني اعطاك ان هي موضة في كل محلات الادوات المنزلية يعني جابت مقاسات على قد الدرج بتاعها بحيث ان هي تصنف كمان الفوات شايفين بالالوان كده يعني كل مجموعة فوات بلون معين في بوكس الوحدة اكيد كل ده مريح للعين كفاية ان احنا نبقى قاعدين بنفتح كل مكان كده نلاقي المكان فعلا يكون مريح لنا فده كمان كان من ترتباتها للدرج الخاص بفوات المطبخ نيجي بعد كده ليه كمان فكرة منظمات حلوة قوي لتنظيمها للأطباق برضو الأطباق يعني طول ما انتوا بتنظموها وهي رأسي كده وقفة جنب بعضها ده بيبقى سهل عليكم انكم تطلعوا كل حاجة بسهولة غير لما بتكون مجموعة الأطباق فوق بعض بتبقى صعب انك تسحبي طبق واللي فوقيه يتكسر وده يقع فبردو دوروا طول الوقت لو انتوا بتنظموا الأطباق بتاعتكم دوروا علي المنظمات الرأسية زي ما هي عاملة كده فكرتها قد ايه كمان لذيذة قبل ما نكمل معايا كمان بقية التنظمات الخاصة بالمطبخ تعالوا نشوف كمان تنظماتها للدرج بتاع الحمام اللي هي حطة بقى فيه كل حاجات السكينجير او الحاجات اللي بيستخدمها في العناية بدأت برضو انها تستخدم لها منظمات ممكن الموضوع تشوفون انه هو ممكن يكون اوبر شوية احنا مش كل حاجة هنجيب لها منظم خاص بيا بس بجد يعني زي ما بقول لكم مع الوقت انت نفسك هتحتاجي ان انت فعلا تنظمي الموضوع أكتر وتستخدمي ولو فكرة منظمات بسيطة ممكن تستخدموها من علب عندكم يعني علبة اشتريتي منتج بشكله لذيذ والعلبة تستحمل ومتينة ممكن تستخدميها زي ما بقول لكم منجرات اللي هي مثلا بتحط فيها الشوكلت او البون بتاعها او السكر ممكن انتو بتجيبوا منتج معين ووظبين عليه بتشتروه كل شوية فعندوكم مجموعة من الجرات شبه واحد ممكن تستخدموها وتزينوها وتبدأوا ان انتو تحطوها يعني الافكار كلها ممكن تعملوها كمان من اعادة التدوير كمان برضو نكمل اناكت السيدة الجزائرية في ترتيب كمان التلاجة بتاعتها يعني انا حاولت ان انا خصص الفيديو النهاردة لحاجات تهمة اكدر المطبخ تكون مفيدة لنا في تنظيمات الادراج ونستغل ازاي المساحات بتاعتنا حتى تنظيمنا للتلاجة برضو مهم ربنا يا ربي يزيدكم ويبارك في حياتكم ويرزقكم دايما كل حاجة نفسكم فيها بصرف النظر عن كميات والانواع بس تنظيم التلاجة ولو بعلب تلاجة حتى بسيطة ده بيحافظ على سلامة الاكل بتاعكم المشروبات لو عصاير او لبن او مية برضو استخدموا الحاجات اللي بتكون صحية اكتر ده برضو من اهم الحاجات اللي كانت بتتخدمها النهاردة بصوا والفيديو قصير بس بجد يعني بصوا يحير كده زي ما بيقولوا مليار من الافكار اللي متأكدة ان هي هتفيدكم خصوصا ان انتوا بتحاولوا على قد ما تقدروا ازاي تستغلوا كل مساحة عندكم ان شاء الله نزل لكم فيديوهات اكتر للسيدات الجزائرية زي ما فطومة طلبت مني اهل الجزائر دول بجد على راسي من فوق احلى اخوات في الدنيا احلى شوشو احلى فطومة وليكم كلكم بجد عشان ما نساش حد رب دايما كده يجمعنا كلنا كل الدول العربية نكون كلنا في افضل حال يا رب اللهم امين وكلنا يا رب يهل علينا ايام العيد وايام الفرحة كلها احنا كلنا في افضل حال اخر حاجة هنختم بعاها كان البلونشة بتاعة التقطيع بتاعتها المميز فيها كمان ان هي فيها اماكن او زي درجة كده بتحط فيه العلب لما بتقطع الخضار بتاعها بتقدر انها تحتفظ بيه بكل سهولة فالكان اللذيذ ان هي قطعت مجموعة خضار تنفع للسلطة وبدأت تحتفظ بالعلب دي في التلاجة يبقى الموضوع برضو سهل عليها يعني احنا طول الوقت بنعمل تفريزات وبنعمل ترتيبات وحاجات فبرضو موضوع السلطة من الحاجات الصحية المهمة اوي اللي بدأت ان هي تهتم بيها واخيرا صفرة الجزائر الشهية بكل التقديمات الحلوة سواء من حلوياتهم ومشهورين بيها او طريقة التقديم كمان بتاعتها المميزة اوي للمقبلات للسلطات للفواكه كانت سيدة في منتهى الجمال اوعايدكم انزلكم فيديوهات اكتر لها انزلكم فيديوهات للسيدات الجزائرية نفسي انزل لكل سيدة عربية يمكن المكتسح سيدات المغرب لكن ان شاء الله حاول ان انا نزلكم افكار اكتر للسيدات العربية لاني متأكدة ان هي بتفيدكم وبنحس بالروح العربية واحنا بنتفرج على الفيديو وبنستمتع به ده كده اخر الفيديو معنا يا اميراتي بتمنى ان هو يكون عجبكم وتكون اخدت افكار لذيذة ليكم لبيتكم ان شاء الله نتقابل بكرة على خير بفيديو جديد بس ما تبخلوش علي باللايك الحلو وبقى وتعليقكم الجميل واكيد اشتراككم في القناة لو اول مرة تشوفيني بقى ما تنسيش تنضم الاحلعيلة في الدنيا نتقابل بكرة مع سيدة جديدة افكار جديدة ناخد افكار لبيتنا ونخليه دايما في افضل صورة يارب اللهم امين ويديكم دايما الصحة والعافية نتقابل بكرة على خيري اميراتي بي السلام